السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء مع حضراتكم في مادة وصول الإدارة 2 للفرقة الأولى شعبة الإدارة والمحاسم معنا النهاردة موضوع عن اتخاذ القرار هنتكلم فيه عن مفهوم اتخاذ القرار والفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار ومراحل اتخاذ القرار أولا مفهوم اتخاذ القرار هو عملية تفكير أو مهارة عقلية تعرف بأنها أحد عمليات التفكير المركبة والهدف الاختيار البديل الأفضل أو الحل الأنسب والأكثر ملأمة لتحقيق الهدف بما يتناسب مع خصائص الموقف وتنوع البدائل أو اختيار نهج أو طريق أو آلية للسلوك من بين عدد أو بين عدد من البدائل والخيارات الممكنة أو المتاحة ثانيا الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار صنع القرار الأشمل أم اتخاذ القرار صنع القرار هو نشاط يخضع لعملية مركبة تبدأ بالتحليل والتقويم للمتغيرات التي تشكل مدخلات القرار مرورا ببدائل واختيار أفضلها وانتهاء بتنفيذها أو تنفيذ القرار ومتابعته أما اتخاذ القرار فهو مرحلة يتعامل فيها القائد مع بدائل القرار واختيار أفضلها يبقى أشملهم صنع القرار ممكن يجي سؤال صحة وخطأ وممكن يجي اختيار متعدد لو في سؤال صحة وخطأ أتخاذ القرار هو الأشمل العبارة خطأ بل صنع القرار هو الأشمل من مفهوم اتخاذ القرار اتخاذ القرار يعرف بأنها عملية تفكير أو مهارة عقلية تعرف بأنها إحدى عمليات التفكير المركبة والهادفة إلى اختيار البديل الأفضل أو الحل الأنسب والأكثر ملأمة لتحقيق الهدف بما يتناسب مع خصائص الموقف وتنوع البدائل العبارة صحيح يبقى صنع القرار دعم اليوم ركبة تبتدي من الأول يعني هوم ما أنا بحلل المشكلة إلى نهاية الموقف أن أنا بتابع القرار اللي أنا نفسته أما اتخاذ القرار فهي مرحلة بيتواجد فيها القائد مع البدائل واختيار أفضلهم بس يبقى لا أشمل عندنا هو صنع القرار ثالثا مراحل اتخاذ القرار عندنا ست مراحل ببدأ بالتحديد المشكلة ثم الحلول المقترحة ثم تقييم البدائل ثم التنفيذ ثم اختيار البديل الأنسب ثم التنفيذ ثم المتابعة واحد تحديد المشكلة أن المرحلة الأولى من مراحل التخطيط هي مرحلة تحديد الأهداف المرادة لوصول إليها بدقة قدر الإمكان وقد يكون الغرض إما إنجاز أهداف معينة أو حل مشاكل محددة ويتمثل الاتجاه الأول مثلا في هدف زيادة المبيعات يعني لو أنا عندي هدف أعيز أوصله فالفرض أن هدف ته زيادة المبيعات بالنسبة 10% في العام القادم ويمثل الثاني في طريق تحديد الأجور الهدف الثاني تحديد الأجور على أساس موضوعين وعلى أساس موضوعين تحديد المشكلة هنا دي مرحلة من أهم المراحل الموجودة في عملية مراحل اتخاذ القرار لو إحنا ما حددناش المشكلة الصح كل الخطوات اللي جاية تبقى خطأ وبالتالي هتظهر عندي نتيجة خطأة في النهاية أو غير مرضية يبقى تحديد المشكلة دي من أهم المراحل اللي موجودة في مراحل اتخاذ القرار تحديد المشكلة حددنا المشكلة صح أو عرفنا الهدف صح وعايزين نوصل له نبدأ بعد كده نكترح الحلول ثانيا السعب لدينا نتكلم عن خصائص الأساسية لتحديد طبيعة أي قرار اللي بتكون درجة تأثير القرار في المستقبل سواء قريبة أو بعيد يعني ليه تأثير سواء قريبة أو بعيد أسر القرار على الوظائف الأخرى النوع القرار يتحدد بعدد العوامل النوعية التي تدخل فيه يمكن تويب القرارات على حسب تكرارها بصفة دورية أو حسب ندرتها بعد كأن مرحلة التانية الحلول المقترحة لازم تكون الحلول موضعية في البداية الحلول تكون موضعية وضع حلول في حدود الإمكانيات ما يبقاش كلها برا إمكانيات الموضعية برا إمكانيات موصفة عامة لازم تبقى الحلول فيها حلول ممكنة حلول أقدر استخدمها ما تبقاش كلها صعبة الحلول المقترحة مع التحديد الواضح للمشكلة فإن الخطوة التالية في الطريقة العلمية هي وضع الحلول الممكنة ويجب الاعتراف بذلك ابتداء أن تستند إلى التخمين والخبرة والحكم في مجال الإدارة وإلى أن يتم تجميع رصيد أكبر من المبادئ المعروفة والعلاقات الإدارية فإن الاعتماد يجب أن يستند في هذه الخطوة على التخيل والحكم الإداري وعلى المعلومات أيضا يعني كل ما تبقى عندنا معلومات صحيحة بنسبة 100% ده بيساهل اقتراح حلول كتير وقل لا تبقى في حدود إمكانياتنا أو أغلبية تبقى في حدود إمكانياتنا بعد ما بكترح الحلول الممكنة نيجي المرحلة اللي بعدها تقييم البدائل ببدأ أدرس كل بديل إيه مميزات وإيه عيون هل يتناسب معي ولا لأ البديل المكترح الذي ينبغي اتباعه هو الذي يحقق أفضل نتيجة مثل تحديد الخطة الأفضل لتقييم العاملين بعد كده رقم 4 ومرحلة 4 اختيار الحل خلاص إحنا حددنا عملنا دراسة عملنا دراسة للبديل اللي إحنا اقترحناها نبدأ هنا بقى نختار البديل للأنسب لنا مناسب في حدود الإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا إن اختيار أحد البدائل المعروضة على الإدارة إنما هو عبارة عن اتخاذ القرار لما بيكترحوا مدائل خلاصهم ما هيخدوا منها القرار النهائي ولا شك أنه قيل اتباع الخطوات السابقة تساعد اتخاذ قرار سليم ومهما قيل عن قرارات تتخذ اعتماد على الخبرة الطويلة أو الزكاء الشخصي فمما لا شك فيه أن ذلك يتم بعد محاولات وزن جميع العوامل والأراء المتصلة بالمشكلة قبل اتخاذ قرار بشأنها يعني بتاخد رأي كل اللي حواليك قبل ما تاخد القرار ده خمسة تنفيذ القرار بعد ما اخترت القرار عايزيني ننفذه مرحلة التنفيذ دي بعضنا بياخد قرار بيبقى متردد فيه لصعوبته أو لعدم إمكانياتنا تكون مناسبة معاه إمكانياتنا مش مناسبة معاه والبعض الآخر بيتجازف وبيدخل أو بينافذ القرار ده مباشرة الخطط القمر مختلف عن الشخصي منظمة عن الشخصي يعني بنجي نطبع قرار في المنظمة منت Bagels منطبع قرار في حياتنا بحتاجين قبل ما نطبع قرار بناخد أراء الأكبر مننا واللي عندهم خبرة مع طبعا دراستنا الموقف أو دراستنا المشكلة النفسها وموضوع وبنيجي في مرحلة التنفيذ بنستشير اللي حوالين المنظمة في المنظمة المدير بيستشير أو بياخد بعراء العاملين معاه او المرقسين بحيث تنفيذ القرار ايام بغي عند ايزن تطبيق القرار المتبني اعداد التعليمات والتوجيه الكافيان للتحقيق من عمل الخطة كما كان مقدر ومن الخطأ اعتقاد المدير بان العمل قد انجز بدراء كبيرة عند اتخاذ قرار طيب وانه يمكن لمروسي تولي بقية الامر دون تعب اخر من جانبه لان هذه نظرة غريبة يعني الكلام ده يعني المفروض ان احنا نبتدي من اول تحديد المشكلة الى المتابعة يعني من اول مرحلة للنهاية المدير موجود فيها ما بيجيبش في اي مرحلة من دول ما يجيش عن تنفيذ القرار وهو كده خلاص انا هعتبت بقى عن مرأوسين هما اللي يكملوا لأ المتابعة دي من اختصاص ورده المدير لازم هو يتابع القرار عشان يشوف النتيجة في النهاية سلبية ام جباية بعد ما نفزنا القرار بنبدأ بقى نتابع والمتابعة دي تيجي اسنية تنفيذ القرار وبعده ان الحكم على نجاح قرار معين لا يمكن معرفته قبل مضي وقت يكون القرار قد وضع فيه موضع التنفيذ وظهرت النتائج الحقية وهنا تبرز صعوبة رئيسية وهي انه لا يمكن على ضوء النتائج المحققة معرفة ما اذا كان القرار الذي اتخذ كان القرار الصعب ام لا وذلك لان البداية للاخرى لم توضع موضع التنفيذ الفعلي ومع ذلك فان القرارات الفاشلة تبدو واضحة من نتائج الاعمال المحققة وفي حالة القرارات النجاحة يجب ان تكون ايضا محل دراسة ومراجعة دورية حتى يمكن ادخال تحسينات اكتفية قد تزيد من فعليتها يعني ايه الكلام ده يعني المقصود بالمتابعة هنا اعرف ان كان القرار ده فاشل او ناجح بالنتيجة اذا كان قرار ناجح انا هيقضوا بعد كده وابدع دراسته واطبعه بعد كده بعد مدرسه تاني ابدع اطبعه في المجالات التانية او في امور تانية شبيهة ده او شبيهة النفس المشكلة او نفس الموضوع اما اذا كان قرار فاشل فهو بيبان اثناء التنفيذ فمن خلال المتابعة بعرف ان كان القرار ده قرار ناجح ام قرار فاشل يبان المتابعة عندنا مهمة جدا دور المدير مهم جدا من اول اختيار او تحديد المشكلة الى المتابعة عندنا ست خطوات مهمة لاتخاذ القرار بحدد المشكلة او الموضوع باقترح البدايل بادرس البدايل باختار البديل باختار الحل بنفذ الحل او البديل او القرار وبتابع خطوات دي مهمة جدا ولازم نطبقها في حياتنا بشكل يومي مش شرط يكون فيه مشكلة لو موضوع عادي ما باخدش قرار في وجون المشكلة فقط لا باخد قرار في حياتنا بشكل يومي بشكل طبيعي من غير مشاكل في اي موضوع بتمر بيه في حياتكم تحتاجوا تاخدوا قرارات وبتاخدوا قرارات بشكل يومي بس مش عارفين ان ده اسم قرار او ده اسم موضوع بتاعت فيه قرار على سبيل المسال من ابسط الامور جدا انت عايز تروحي المحاضرة او انت عايزة تروحي المحاضرات النهاردة والدك او والدك بيسألوك هتروحي النهاردة لما الجمع اه هروح ده قرار انت خطيه فهو موقف عادي جدا جدا ماهيش مشكلة او الحاجة عايزين نبدأ نطبق موضوع اختياء واتخاذ القرار ده في حياتنا من النهاردة ما نستناش لما نتخرج ونلتحك بوظيفة او تبقى مدير في شركة لا الموضوع ده بصفة عامة على جميع البشر ما بيشتريتش فيها معينة للناس نعيم كان دلوقتي في موضوعنا بنتكلم عن المديرين ومراوسين وكده بس انا عايزة دي تطبق في حياتنا بشكل كامل نبتدي من النهاردة نطبقها وانت بالذاكر في اي موضوع ابدأ اشوف هتطبق الخطوات دي ازاي يبقى انا اتذكر ان مش لازم يكون عندنا مشكلة عشان نبدأ نطبق الخطوات العلمية لاتخاذ القرار اللي هم ست خطوات لانا ممكن اطبقها سواء في وجود مشكلة او موضوع عادي جدا جدا في حيات والى هنا انتهى السكشن واترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته